الوصفة المعجزة التي أنقذتني من السعال الحاد والجاف والمستمر كذلك الصعب على الكبار والصغار خليكم معي للآخر باش تكشفوا هاد الوصفة السحرية الطبيعية بمكون واحد ما يخترش لكم عن البال فعلة ومجربة ويلا نبدأ وعلى بركة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام رحبا بكم فتحيصة جديدة كنتمنى تكونوا بخير والآخر يا رب كنتمنى الفيديو ويلقاكم فأتمسحة والعافية جمعة مباركة الجميع رجعت لكم اليوم فيديو جديد وهذا الفيديو نتقاس معكم واحد وصفة فعالة مجربة شخصيا هتحنيكم من السؤال خليكم باشكشفوها وكنشكركم بالزبزف على المسابعة متنسوني شبرايكو البرتاج وكنتمنى لكم فرجة ممتعة غنبداو على بركة الله كما كتشوفوا معي المكون السحري دينا وهو اللفت كما كتعرفوا اليوم دي الجماعة دار ما كيختها اللفت معليكم إلا تخليوا واحد ثلاثة ولا ربعة لهذا الوصفة هادي وغادي نبداو كما كتشوفوا معي انا عندي هنا اللفت المحفورة الحار دبعا بدافت تحضير الوصفة وبقاو معي تالاخر غانو نتقاس معكم كذلك بعض نصائح وبعض الوصفات اللي معتمدهم دائما فضل فصلة دي لبرتاج اول حاجة كنجيبو هاد اللفت هادي كننقيها كما تشوفوا معي كتوصلوها فالول من الاتريبة اللي كانت فيها اضافتها وكتشوفوها بحلاكة وكتنضفوها وعدي نديرو دابة تاتيمة دي لوصفة كما شو ماينا ندير معكم هنا جريبة غير اللي غادي نستهلك دابة جوج حبات اللي لنقيت غادي نجيب ديك الحكاك الرقيقة كما كتشوفو يعني ضروري تكون رقيقة ماشي ديك الغليضة علاش لان انا محتاجين ان انا نبشروها تكون رقيقة بساف دابا هادي نبشر هاد اللفت اللي عندي كما غا تشوفو كاملة ونطلقها باش نكملو الوصفة دابة بعد ما بشرطها كما كتشوفو معايا غادي نضيف لكم واحد مكون ثاني اللي هو غير باش غا نحليو هاد اللفت هادي اللي هي العسل الطابعي باش يزيد لها الفعالية لهاد الوصفة هادي احنا محتاجين بالعاصر ديال هاد الوصفة ولكن غادي نعطيكم جوش ديال الطرق الطريقة الاولى اللي عندكم الوقت باش تخليو جوش سوية ولا ثلاثة غيه كاكريخ غيه في البلاكار غيه في المطبخ مغطي باش يتلق السيرو ديالو خليوه ما عندكمش الوقت كتو محتاجين بالوصفة اا يعني زربانينا لها ماليكم الا فاش غا تضيفوا هاد المعلقة كبيرة ولا معلقة السلاسل تخلطوه وغادي نعطيكم الطريقة التانية كيفاش كندير انا الى بغيت نحصلها العسل بسرعة دابة بعد ما اضفت هاد المعلقة السلاسل العسل طبيعي من طبيعة الحال غادي نخلط هاد العسل جيدا نحاولو انكم يعني من شو ما كتخلطوه وش ما كتسمعسو فيها باش تخرجوا من هاداك العسل صافي دابة هاد طريقة الليولا فاش كتديروا لها هاكا يعني كتديروا هفوح القارورة زجاجية كتغطيوها وكتخليوها جو سوية لتلاسف فاش كتجيو كتصفيوها كتلقوها تلقات دك السيرو ديالها حنا اللي محتاجين وحتى دكش اللي كي يعني فاش كتصفيو كيشت معاكم اقول لكم شنو كيفاش تستهلكو هتا هو راه مفيد الكبار بزاف اه يعني هاد سيرو هادا ممكن تتعطيو حتى للوليداتكم يعني راه غايفيدكم ويفيد وليداتكم بإذن الله وفعلا فعلا راه مجرب وخطير وتعطي النتيجة من اول يوم اه كي ما قلت لكم عندكم الوقت كتديروه هنايا جو سوية ثلاثة صافي كتقو تستهلكوه النهار كامل ديرو لي كيميا اللي تشربو دك النهار اه معلقة اه قبل كل وجبة يعني قبل الفطر قبل الغضاء قبل القوتي قبل فشبوت ناسو يعني تتخبصد المعلقات في اليوم ما عندهم ميديرو لكم يعني قاعدة الكيميا اللي تحنسو كتحاولو انكم تشربوها في تكل يوم وغندوزو دباء الطريقة التانية يلك تشو زربانين يعني وما بيتوش تسنو دك جو سوية ثلاثة يتلقليكم العاصر شنو كتديروه هادا وصيرو حنايا اللي محتاجين بي انا كنجيب اي خلاط عندكم هاكا فضر خلاط كهربائي كتطحنو في هالمكوينين هادو باش تزيدو تخرجو دك العسارة ديالو بسرعة يعني بسرعة يتلق الما ديالو تطحنو حتى ما بجو تطحنو في الخلاط تحنو سافي انا غدي نطحنو هنايا وغي بسرعة يعني فاش غدي تطحنو غدي زيدي اتلقليكم الما ديالو العاصر ديالو اللي احنا محتاجين به كما غتشوفو معي وغدي نصفيه ويلي درتو ثلاثة الفاتي او الاربع ركت تعطيكم كاس يعني كاس يعني كاس نية معقول ديال هادا كسيرو درتو غي جوجات ركت تعطيكم ويكاس صغير سافي انا غدي نتحدبه وغدي نصفيه وغدي نقول لكم كذلك هديك الشي اللي كنا نصفي وما كان لحوش به شنو غندير به وكذلك خليكم معي غانا تقاسم عكم الوصفات المعتمدات اللي معتمدين عندي في هذا البرد هادا ومكي يخطونيش والله يجيب الشيفاء للجميع صراحة كان ضربني البرد بززاف ولكن هادا الوصفة معجزة فعلا نقضعتني لانا الكحبة كتمحن صراحة لله تفلي دابا بعد ما صفيت كيما كتشو معايا غدي نبقى نضغط وغدي بقى يخرج ليدك السيرو بسهرة يعني ما تحتاج لساعة لجسوة يعني في الوقت ديالو كتحضره يعني في دقائق قبل ما تنتحضروا واحد المدة سافي انا غدي نصفي دابا كامل وغدي نجيبو حد القارور هاكا وغدي ندير في هاد السيرو ديالي وهذا هو اللي غدي تشربو كل يوم حضروا هاد الوصفة يعني لا داعي باش تديروها وتوضعها في تلاجة وذكش كتفقد الفوائد ديالا يعني في نهارها بالنسبة لهاد الشي اللي بقى ليه هنا في هاد كما شو معايا هاد هو السيرو اللي احنا يا الغرض ديالنا به راه فعال 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 البنات غير جربوه والله يشاف الجميع راه ما تخافوش منه طبيعي وما كيدر مواله العكس راه مفيد بزاف وعندو بزاف ديال فوائد ام برشينا الفيديو يجيكم طويل بنتقاس معكم فوائد ديال هاد اللفتها دي لاحظوا معايا ما شاء الله يعني دربوه مع القا في كل وقت كي ما قلت لكم راه رائع وكي خلصتي يخرج صدرتي ينقي يعني عزكم الله يعني قعدك شي كي يكون واحد لكم في صدر كي يتنقى لكم صدر باحد طريقة رائعة وكي تنفسو مزيين راه مفيد وبالنسبة لهاد الشي اللي شاد يعني كان اخدو كنضيف لي واحد شو ديال حسل وتهوى كان نقسمو في ذاك اليوم يعني في المدس كنضرب مع القا داب النس كنضرب واحد مع القا كي ما كتشوفوا معي فعلا فعلا راه لديدة بالاخاص المحبي اللفت فاش كتطيبوها كتفقد قاع فوائد ديالها بهالطريقة كتستفدو منها وتيستفدو منها لابناء ديالكم كنتمنى الشفاء العجي لجميع ديروا هاد الوصفة هادي راه رائعة واعتمدوا عليها يعني راه يلا دومتوا لها كنتعادكم كحبة مجهدة راه ما كتفوتوش تلتيام يعني كددوسكم ما شاء الله كل نهار طحنو ثلاثة بعد الفاتح وغادي تردو علي الخبار بإذن الله والله شاف الجميع ده بغا ندوزون تعرفوا على اهم الوصفات اللي سنركز عليهم فاتل برد هادو ما كيخطاونيش ودي جا تقسمت معكم العيادية ديالوصفات وفوائد الاقشاب مرحبا بكم دخلوا القناة سترقاوا فيها بسرطي الافادة بالنسبة لهاد الكاس هادا سحر المشروب الخاطر مؤتمد عندي وهو ديال القرنفل كان ديال خمسة الحبات وليس كنضيف عليهم واحد جوج غير جوج هاكا حويبات من هادك ديال نجبة اليانسون كان قطع من هاجي جوجات وكاندير خمسة ديال القرنفل وكانديرهم في كاس كنخوي عليهم ما طيب كان نغطيهم كنخليهم حتى الصباح كنشربهم على الراق يعني كان نحليهم غيب العسل وكانصفي وكانشرب على الراق كاس هاد الكاس هادا كتدوموا عليهم مدة خمس ايام تسجول وداعا لديك تنفس الحساسية يعني لديك الخناق للكحبة كذلك يعني راكي نفسكم بوح طريقة خاطيرة بالاخص الناس لأنهم حساسية من بينهم انا يعني فاد البرد هادا كان عاني وشوية ولكن الحمد لله يع يعني لديه ومشوية للاشا ما كتحتاجوا لا رابوز لا تشي حاجة وبنسبة كذلك الزعتر الزعتر غنيا تعريف يعني راكي مكتعرفوا عنده فوائد هاديم وبالاخص في هذا البرد هادا بالنسبة الزعتر راكي كتعرفوا انه مفيد نزالة البارد وكيسخ الجسم ومطهر ورائع يعني اعتمدوا عليه في هذا البرد وكذلك تديروا ذاك للشي دياله او للعسر دياله كتضيفوا لي واحد مع القديل الزعتر تضيفوه مع القديل العسل مع القديل الحامض مسخون كتخليه واحد شوية ما طيب كتخليه بالعسل وتصفوه وتشربوه بسحتكم وراح تكم كينقليكم الجسم من قاعدة كشي كامل ديال هاد البرد هادا واللي كيكون مع شلينها كبس در راها الزعتر مفيد بزاك وكذلك كما كتعرفوا يعني الحامض راها توله هو طور فعال في هذا البرد هادا اعتمدوا عليه واخدروها كغيل ما طايب وديروا شوية ديال كذلك تزنجبيل يعنا في الليل كنا اخدوه كنديرو ما شوية ديال العسل وشوية ديال الحامض غيف مع غيف زلافة كندربا ديك المع القبس ونعطاها كذلك تل الابناء ديالي راها رائعة وفعالة وبنسبحت الماس دافئ والعسل راها رائع تهو كنقي الجسم الزفد فوئد عظيمة كشرب في الليل كنتمنى فعلا هاد الاعشاب هادي انها تفيدكم هاد نجمة اليانسون ديم والقرون في التقاسم الفوائد العظيمة في القناة تحتاتهم لكم كذلك زنجبيل وزاعتروا بزااف يعني ديال الاعشاب اللي تقاسمت معاكم ولا شكي اللي يقول فوائد العظيمة ديالهم بالنسبة الواحد الحاجة كذلك معتمدها وهي الغرغرة بالماء سخون والملحة كتديروا كاس فيه الماء سخون كتتخلطوا فيه واحد معلقة ديال الملحة هادا غير غرغرة ما غاد يشربوه غير غرغره مزيان مزيان مزيلو عزقونو كتبقوا الطفلو كي نقيته هو من ذوك الفيروسات وتكشي كالكي يكون عندنا هكا وتكشي كالكي يكون في الالسياب ديال الحلق وبنسبة زيت الزيتون اعتمدوها في الليل فشبوه وتنسو شربوه واحد المعلقة هناك يكون الفيديو ديالنا سهلة كنتمنى الحصة تكون خيفة ضريفة على قلبكم وتكونوا استفتوا بإذن الله وكنشكركم بزرزفة المتابعة ما تنسونيش بلايك والبرتاج بارتاج وفيديو من الاهل والحباب ديالكم بشفائدات المتدروج جديد ديالي وإلى حصة قادمة إن شاء الله مع وصفة جديدة أو نصيحة جديدة مع خديجة وشكرا على المتابعة